في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم الدولي لمحو الأمية والذي يصادف الثامنة من سبتمبر بكل عام يتجه اليمن كل يوم نحو الأمية بشكل إجباري بعد دخوله زمن الحرب والمجاعة ويكتفي المجتمع الدولي بالتحذير من خطورة الأمية على الدول التي تشهد تدهورا مرعبا في التعليم مثل اليمن فالسفير البريطاني لدى اليمن سايمون شيركليف أكد أن التعليم في اليمن تأثر بشكل رهيب من الحرب وقال في تصريحات له بمناسبة يوم محو الأمية إن التسوية السياسية الضمان الوحيد للتعليم الجيد لأطفال اليمن تصريحات المسؤول البريطاني أتت بعد تحذيرات أممية من الكارثة التي لحقت بالتعليم في اليمن حيث تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى عدم قدرة مليوني طفل من الذهاب إلى المدرسة بينما تؤكد أرقام أخرى على وجود ألف وستمائة مدرسة غير مؤهلة لتدريس وقايع الحرب اليومية أفصحت عن دمار كبير لحق المدارس وتحول بعضها لثكنات عسكرية وأخرى لأماكن إيواء للنازحين بينما ما زالت المدارس الناجية من الحرب مغلقة بسبب توقف مرتبات المعلمين منذ ما يقارب العام وتبدو النتائج المستقبلية على الأجيال القادمة أكثر خطورة حيث سعت ميليشيا الحوثي لتغيير المناهج في المناطق الخاضعة لسيطرتها بكتب دراسية تحمل أفكار طائفية وإرهابية فاجعة التعليم في اليمن فوق المتوقع فبينما يحتفل العالم بمحو الأمية الرقمية تتجه اليمن بسرعة خطيرة نحو أمية التعليم في زمن يمني أضحى الطلاب فيه بلا مدارس والمعلمون بلا رواتب